بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي حلقة مميزة حلقة خاصة حلقة غير عادية بنتناول فيها الوحدات الأساسية لمنهج أمراض النبات والأهداف العامة لدراسة منهج أمراض النبات وإيه هو الهدف الأسمى من دراسة هذا العلم وإيه هي الفصول المختلفة لمنهج أمراض النبات نتعرف فيها معاكم مع بعض على كل الأبواب المختلفة في المنهج وإيه هي الوحدات اللي حندرسها سواء كان وحدات نظرية أو وحدات عملية إحنا إن شاء الله السنة دي حندرس مادة أمراض النبات بمعدل حصتين دراسيتين في الأسبوع حصة بتبقى حصة نظري والحصة التانية بتبقى للجزء العملي وإن شاء الله حنتناول مع بعض إيه هي الأهداف العامة لمنهج أمراض النبات تعالوا بنا أعزائي الطلبة والطلبات نبدأ نتناول في حلقة النهاردة الأهداف العامة لمادة أمراض النبات أول هدف من أهداف دراسة أمراض النبات إمداد الطالب بمجموعة من المعلومات والمعارف العلمية في مجال أمراض النبات بشكل مبسط تمكنه من الاستفادة بها الهدف الثاني تنمية مهارات الإدراك والفهم والبحث العلمي والتفكير والتي تمكن الطالب من التعامل مع مشاكل أمراض النبات المختلفة سواء كانت مشاكل قديمة أو مشاكل حديثة الهدف الثالث تعريف الطالب بمدى خطورة أمراض النبات وتأثيراتها المختلفة على الإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي من خلال الخسائر والأضرار التي تحدثها المسببات المرضية نأخذ مع بعض الهدف الرابع من أهداف العامة لمادة أمراض النبات تعريف الطلاب بمدى خطورة الأمراض النباتية من خلال علاقتها بصحة الإنسان وأيضا صحة الحيوان وعلاقتها بالنظام البيئي الهدف الخامس تعريف الطلاب بمفهوم مكافحة الأمراض النباتية والمكافحة المتكاملة اللي احنا بنقول عليها Integrated Best Management وأهمية ذلك في زيادة الانتاج الزراعي وبالتالي زيادة الدخل القومي الهدف السادس تعريف الطالب بأهمية الظروف المصلة لحدوث المرض النباتي من خلال دراسة العلاقة بين النبات والمسبب المرضي وأيضا دراسة الظروف البيئية الملامة لانتشار المرض ودور كل منها في حدوث المرض النباتي الهدف اللي بعد كده توعيد وتدريب الطلاب على مجموعة من المهارات اللي بتساعدهم على القيام بأعمال المكافحة والتعامل مع المبيدات المختلفة في مجال مكافحة أمراض النبات بسهولة ويسر انتم عارفين أن المكافحة سواء كانت مكافحة زراعية أو مكافحة تشريعية أو مكافحة بيولوجية أو حتى مكافحة كيموية لابد من التدريب عليها واكتساب المهارات المختلفة التي تؤهل الطلاب للقيام بهذه العمليات على أكمل وجه وخصوصا اللي بيحتل مركز الصدارة اللي هي المكافحة الكيموية وأيضا توعية الطلاب بخطورة استعمال المبيدات وكيفية تجنب حدوث التسمم بيئة المبيدات وأيضا كيفية تشغيل وحساب كمية المبيد وتشغيل آلات الرش أو آلات التعفير المختلفة كل دي بندرسها علشان نتجنب أو نقلل بقدر الإمكان من خطورة استعمال هذه المبيدات الكيموية لأنه طبعا أنتم عارفين أن كل العالم دلوقتي بدأ يبعد بالتدريج عن استخدام المبيدات الكيموية لما لها من أثار ضارة على البيئة وعلى النظام البيئي وأيضا على صحة الإنسان ولا يخفى عليكم أنه معظم الأمراض اللي بنلاحظها في المجتمع في الوقت الراهن سببها إما الغذاء الملوس بالمبيدات أو المياه الملوسة بالمبيدات وكل ده بنعمله علشان خاطر نقلل من خطورة استخدام المبيدات وأيضا بنعرف الطالب بكيفية تفادي حدوث التسمم بالمبيدات والإسعافات الأولية الواجب اتخاذها عند تعرضه للتسمم بالمبيدات هناخد بعد كده الهدف الثامن اللي هو تدريب الطلاب على كيفية الحفاظ على البيئة المحيطة من التلوث وإنتاج جزاء صحي وآمن وتوعية الطلاب بأهمية التوازن الحيوي في خفض الإصابة بمسببات الأمراض يعني توازن حيوي يعني المقصود به اللي هو العلاقة بين المسببات المرضية والأعداء الحيوية اللي موجودة في الطبيعة بنستفيد بأقصى استفادة ممكنة من المسببات أو من الأعداء الحيوية في تقليل الإصابة بالمسببات المرضية وبالتالي خفض نسبة الإصابة بالمسبب المرضي وتقليل الاعتماد على استخدام المبيدات الكيموية الهدف اللي بعد كده تنمية مهارات الابتكار والحكمة في التعامل مع المشكلات من خلال امداد الطلاب بالمعلومات الزراعية والصحية وايضا المعلومات البيئية للحفاظ على النبات ومنتجاته في الحقل وايضا في المخزن هناخد الهدف اللي بعد كده رقم عشرة دعم وزرع الروح العلمية لدى الطلاب وتدريبهم على الأسلوب العلمي في البحث والتفكير والاستكشاف العلمي للأمراض النباتية يعني بنمي قدرة الطالب على تشخيص المرض النبات انتوا عارفين انه اي مرض لابد من تشخيصه مسبقا لكتابة او تقرير العلاج المناسب لهذا المرض كل مرض من امراض النبات بيلائمه طريقة معينة في المكافحة وايضا استخدام مبيد معين وبالتالي لابد من التشخيص الصحيح للعلاج الصحيح لهذا المرض وحنعرفكم من خلال دراسة منهج امراض النبات طرق التشخيص المرض النباتي المختلفة وحناخدهم بالتفصيل وتعرف ازاي انت كطالب سنوي فني سواء كان في نظام الثلاث سنوات او نظام الخامس سنوات ازاي تقدر من خلال دراستك لمنهج امراض النبات ان انت تنزل المزرعة او تنزل الميناء او المخزن او ايا كان فيه النبات او المنتج النباتي وتحدد هل هو مصاب بمرض ام لا واذا كان مصاب بهذا المرض ما هو هذا المسبب بالمرض لان انت عارفين ان احنا عندنا مسببات مرضية كثيرة جدا سواء كان مسببات حية بنقول عليها امراض معضية او مسببات غير حية بنقول عليها الامراض الفيسيولوجية او الامراض الغير معضية الهدف ال 11 والاخير المام الطلاب بالطرق والوسائل المتاحة لمنع حدوث الامراض النباتية وتقليل الفاقد منها تعالوا بنا اعزاء الطلبة والطالبات نبدأ نتعرف تدريجيا على وحدات منهج امراض النبات اللي هندرسها خلال الفصل الدراسي الاول او الفصل الدراسي الثاني احنا عندنا في المنهج تسع وحدات التسع وحدات كل واحدة بيبقالها عدد من الابواب كل باب بيتناول جزء معين من اساسيات منهج امراض النبات المختلفة بناخد في الوحدة الاولى الاساسيات العامة لعلم امراض النبات وبعد كده بننتقل بالتدريج على مدار المنهج اللي هم التسع وحدات بناخد فيهم الامراض اللي بتسببها الفطريات والبكتيريا والفيروسات والتحالب والنماتودة والامراض الفيسيولوجية تعالوا ندرس مع بعض الوحدة الاولى والوحدة الاولى اسمها امراض النبات وطرق مكافحتها في الباب الاول زي ما قلتلكم من شوية بندرس اساسيات علم امراض النبات بناخد اول حاجة مفهوم علم امراض النبات انا حابب ان اقول لكم المفهوم العام لعلم امراض النبات اي علم احنا بندرسه سواء كان امراض او افات او مايكروبيولوجي احنا بنقول هو العلم الذي يختص بدراسة وقف قف ليه لانه كل علم بيبقى مختص بدراسة شيء معين احنا هنا في امراض النبات نكمل بقى التعريف هو العلم الذي يختص بدراسة النبات المريض يعني النبات السليم انا مليش علاقة بيه انا بدرس النبات المريض في الحقل اثناء تواجده في الحقل ومنتجات هذا النبات يعني المنتج النباتي او المحصول بالمعنى الدارج اثناء النقل واثناء التسويق وايضا اثناء التخزين بدرسه من حيث ايه؟ بدرسه من حيث المسبب المرضي وايضا بدرسه من حيث الظروف الملامة لانتشار المرض وبدرسه ايضا من حيث الاعراض المرضية والعلامات المرضية وكيفية المقاومة وايضا العلاج يبقى ده مفهوم علم أمراض النبات أنا بدرس النبات المريض ومنتجاته أثناء وتواجده في الحقل وأيضا أثناء عملية النقل ممكن النبات يصاب بالمرض النباتي أو أثناء عملية التخزين ممكن النبات يصاب بالمساببات المرضية أو المحصول يصاب بالمساببات المرضية أثناء وجوده في المخزن أو أثناء تسويقه في السوق أو في السوبر ماركت أو الهايبر ماركت اول حاجة عندنا اللي هو مفهوم علم امراض النبات ايضا بدرس الاهمية الاقتصادية لامراض النبات طبعا لما اقولك اهمية اقتصادية يبقى انا بقصد المنافع والاضرار طبعا علشان احنا بندرس امراض زي ما الامراض بتصيب الانسان ايضا بتصيب الحيوان وايضا بتصيب النبات لانه النبات هو ما هو الا كائن حي بيصاب بنفس الامراض او بنفس المسببات المرضية اللي بيصاب بها الحيوان وايضا اللي بيصاب بها الانسان يبقى الاهمية الاقتصادية هنا طالما هو مرض يبقى ما عنديش فوائد او ما عنديش حاجة مفيدة انا كل اللي عندي بيعتبر نوع من انواع الاضرار او نوع من انواع الخسائر وانا هنا بقسم الاهمية الاقتصادية لامراض النبات الى قسمين بقول عليهم خسائر مباشرة وحندرسها بالتفصيل وايضا خسائر غير مباشرة بعد كده بدرس مفهوم او تعريف المرض النباتي انا لو نزلت مزرعة او او نزلت ارض ازاي اعرف انه النبات ده مريض والنبات الاخر هو النبات السليم يبقى لازم يكون عارف تعريف للمرض النباتي يبقى لما اجي عارف المرض النباتي بقول عليه هو كل تغير او تحول او انحراف عن الحالة الطبيعية اللي بينمو عليها النبات ويؤدي ذلك الى نقص في المحصول يبقى انا لو نزلت مزرعة ولقيت النبات بينمو بصورة غير طبيعية او نموه غير طبيعي او تظهر عليه اعراض المرض يبقى انا النبات ده صنفته في فئة النبات المصاب المسبب المرضي ابدأ اتعامل بقى معاه من حيث التشخيص اشخص الاول وبعد ما اعمل عملية تشخيص ادرس نوع المسبب وهي ظروف الملامة اللي انتشار هذا المسبب وبعد كده ببدأ اعمل برنامج علاجي لمكافحة المسبب المرضي بعد تعريف علم امراض النبات بادرس بقى الاعراض المرضية الاعراض المرضية اعزاء الطلبة والطالبات هي اعراض بتظهر على النبات المصاب يعني الاعراض المرضية دي زي ما بتظهر عليه اعراض المرض بأي مسبب مرضي سواء كان مسبب بكتيري او فطري او مسبب فيروس ايا كان المسبب لازم تظهر عليك او على النبات او على الحيوان ايضا اعراض المرض طيب انا لما اجي اعرف مفهوم الاعراض المرضية اعرفه ازاي هقول هي تلك التعبيرات اللي بيظهرها النبات المريض ليعبر بها عن مرضه طيب الاعراض دي بتبقى نتجة عن ايه بتبقى نتجة عن التفاعل بين المسبب المرضي والنبات المصاب نقولها مرة تانية هي تلك التعبيرات اللي بيظهرها مين اللي بيظهرها النبات المريض علشان يقولك انا عندي مرض بيحاول يلفت انتباه دكتور امراض النبات او المهندس الزراعي انه انا دلوقتي نمو بتاعي غير طبيعي وحاول ان انت تتدخل به وسائل المقاومة والعلاج علشان اقلل من الخسار المباشرة او الخسار الغير مباشرة للمسببات المرضية طيب في نقطة تانية كمان اللي هي العلامات المرضية خلي بالكوا بقى العلامات المرضية احنا قلنا الاعراض المرضية بتبقى خاصة بالعائل او خاصة بالنبات المصاب بينما العلامات المرضية دي بتبقى خاصة بالمسبب المرضي نفسه يبقى لما اجع عرفها اقول عليها هي تراكيب خاصة بالمسبب المرضي نفسه سواء كانت تراكيب خضرية او تراكيب سامرية طيب التراكيب دي بتبقى هي الدليل المباشر على وجود المسبب المرضي يعني اول ما شوف تراكيب خاصة بالفطر اقول عندي اصابة فطرية اول ما شوف جراسيم او خلايا بكتيرية اقول عندي مرض بكتيري اول ما شوف ريم الارز او ايا كانت التحالب الى اقول عندي اصابة بمرض او بمسبب من التحالب او المشوف الفايتوبلازما او الفيروسات او ايا كان نوع المسبب المرضي بشخص من خلال العلامات المرضية المسبب المرضي با هي العلامات المرضية تراكيب خاصة بالمسبب المرضي نفسه وتعتبر هي الدليل المباشر على وجود المرض بدرسي كمان المسببات المرضية زي ما أنا لسأل من شوية المسبب المرضي هو السبب الأساسي في حدوث المرض والمسببات المرضية اللي عندي نوعين كم نوع نوعين أنا ركزوا الحلقة بتاعة النهاردة حلقة مهمة جدا لأن هي بتعرفك إزاي تتعامل مع مدة أمراض النبات إزاي تحبها لما يكون عندك شخص مريض أنت بتتحاول أو بتحاول تتعاطف معاه أن أنت بتحاول تساعده علشان يتخلص أو بتخفف من ألامه أنت هنا بتتعامل مع نبات أيضا بتتدخل بالمكافحة والعلاج علشان تقلل من الخسائر اللي بيسببها المسبب المرضي على النبات المصاب طيب المسببات المرضية دي كم نوع أنا لسأل من شوية هما نوعين مسببات فيها روح بنقول عليها مسببات حية يعني المسبب كائن حي والكائن الحي أكتر منه أنا ممكن يكون عندي مسبب فطري وحندرسه بالتفصيل الأمراض الفطرية اللي عندنا في المنهج بتحتل مركز الصدارة في المنهج وأيضا الأمراض البكترية وأيضا الفيتوبلازمة وأيضا الفيروسات وأيضا الطحالب وأيضا النماتودة والنباتات الزهرية المتطفلة كل دي بقول عليها والأشانات كل دي بقول عليها مسببات حية النوع التاني بقول عليه مسببات غير حية أو غير معدية أو بنقول عليها الأمراض الفيسيولوجية اللي هي بتبقى نتجة عن تغير في العوامل البيئية اللي بتحيط بالنبات سواء كان ارتفاع في درجة الحرارة أو انخفاض في درجة الحرارة أو نقص المياه اللي احنا بنقول عليه العطش أو زيادة معدلات الري أو نقص العناصر الغذائية اللي احنا بنقول عليه نقص في التسميد أو العكس برضو زيادة في التسميد أو اننا ازرع نبات في أرض نسبة الملوحة فيها عالية أو اننا مثلا اعمل عملية تطعيم ولا يحدث طبعا انتوا تدرسوا وخصوصا شعبة الحاصلات البستانية بدرسوا عملية التطعيم باستفادة وبعرفوا ازاي بعندوا مهارة في إجراء هذه العملية وهي نوع من أنواع التكاثر الخضري في النبات الطعم بيبع عبارة عن حاجتين أو جزئين أصل موجود في التربة ومجموع خضري وسامري اللي احنا بنقول عليه الطعم لو ما فيش توافق بين الأصل والطعم بيصاب النبات بمسببات مرضية مختلفة وأيضا نهيك عن بقى المسببات أو الأضرار اللي بتسببها استعمال مبيدات الحشاش أو زيادة معدل تركيز مبيد أو استعمال مبيد غير مطابق للمواصفات أي أن كان اللي بتعرض له النبات نتيجة عوامل غير حية بنقول عليها الأمراض الفيسيولوجية أيضا من ضمن الدراسة اللي احنا خدها فيه الوحدة الأولى طرق تشخيص المرض النباتي زي ما أنا قلت لكم من شوية لما باجي أشخص المرض النباتي لازم تكون معايا تولز أو بنوع لها أدوات في التشخيص زي الدكتور ما بيبقى له شنطة فيها السماعة وفيها ماكروسكوب وفيها وفيها الأدوات اللي بيستخدمها الطبيب في تشخيص المرض النباتي أنت كمهندس زراعي أو كدكتور في أمراض النبات لو كملت دراسات عليا واخدت دكتوراه بتبقى عندك التولز أو الأدوات دي اللي بتأهلك أن أنت أول ما تنزل في المكان اللي فيه النبات سواء كان مزرعة أو كان مخزن أو كان مينة أو أي أن كان المكان اللي بيتواجد في المحصول أنت بهذه الأدوات بتاخد عينة وبتفحص هذه العينة ومن خلال الأدوات اللي معاك بتقدر تحدد أو تشخص المرض النباتي طب إيه هي الأدوات اللي أنا هدرسها السنة دي أول حاجة المشاهدة والفحص الظاهر ودي بتعتمد على الخبرة الشخصية للمهندس الزراعي كل ما كان راجل مخضرم أو عنده خبرة أو دارس كويس في هذا المجال من خلال الرؤية الزاتية يقول لك أنا ده مسبب فطري ده مسبب بكتيري ده تحلب وهكذا يبقى أول حاجة المشاهدة والفحص الظاهر طب تاني حاجة استخدام النباتات الكشافة إيه هي النباتات الكشافة دي هو نبات حساسيته عالية للمسبب المرضي أول ما بيتزرع هذا النبات بتظهر عليه أعراض المرض بصورة واضحة وبصرعة بتؤهلك أو بتقول للمهندس الزراعي أو للمزارع أنا عندي إصابة فطرية أو عندي إصابة بكتيرية أو أين كان المسبب المرض أيضا من ضمن وسائل التشخيص استخدام الميكروسكوب الضوئي العادي وأيضا استخدام الميكروسكوب الإلكتروني باستخدمه فيه الكشف عن المسببات الفيروسية العمراض الفيروسية أو الفيتوبلازمة وأيضا الاختبارات الكيموية طبعا إحنا بنقول بسرعة أو فيه عجالة لأن احنا بنتناول مكونات المنهج وبعد كده كل مكون من المكونات بندرسه إن شاء الله في الحلقات القادمة بالتفصيل أيضا الاختبارات السيرولوجية الاستشعارة عن بعد استخدام التكنولوجيا الحيوية المعتمدة على استخدام الدي انيه اللي هو الحمض النووي من ضمن التشخيص أيضا حاجة بنقول عليها افتراضات العالم روبرت كوخ هنتناول في الوحدة الأولى أيضا انتشار الأمراض النباتية طبعا الأمراض النباتية بتنتشر أو المسببات المرضية بتنتشر بعدة وسائل من ضمنها الرياح من ضمنها المياه من ضمنها الحشرات من ضمنها أدوات الخدمة من ضمنها السماد البلدي والطربة من ضمنها الإنسان والحيوان من ضمنها النماتودة والكراد كل دي بتبقى وسائل لنقل وانتشار المسبب المرضي من مكان مصاب الى مكان سليم بدرس ايضا علاقة الامراض بالبيئة لما اجا اقول علاقة الامراض بالبيئة مقصود بيها ايه هي العوامل البيئية اللي بتساعد على زيادة وتفاقم المسبب المرضي وتكاثره وايه هي العوامل البيئية اللي بتؤدي الى الحد من تكاثر وانتشار المسبب المرضي انا بدرسها بقى من حيث درجة الحرارة سواء كان درجة حرارة التربة او درجة الحرارة الجوية وايضا رطوبة سواء كانت الرطوبة الارضية او الرطوبة الجوية وايضا الضوء وكل العوامل البيئية اللي بتساعد على انتشار المسبب المرضي وزيادة أعداده وتكاثره أنا بعمل عكسها في طرق المكافحة المختلفة بدرس حاجة تانية مهمة جدا اللي هي الديناميكية المقاومة في النبات للأمراض المختلفة يعني ايه الديناميكية المقاومة يعني ايه هي الوسائل المناعية او الوسائل الدفاعية اللي بتبقى موجودة في النبات اللي من خلالها بيقاوم او بيبقى هي بنقول عليها حائط الصد ضد دخول واقتحام المسبب المرضي للنبات وبتقلل من تفاقم المشكلة اللي بيحدثها المسبب المرضي انتوا عارفين انه العلاقة بين المسبب المرضي والنبات المصاب بنقول عليها علاقة تطفل او علاقة ترمم يعني علاقة ما هيش تبادل منفعة لا ده هي عداء بين كائنين الكائن ده بنقول علي المسبب المرضي والكائن التاني بنقول عليه النبات المصاب او بنسميه العائل لو المسبب المرضي نجح في غزو النبات المصاب واحداث اعراض مرضية بصورة واضحة تؤثر على المحصول في هذه الحالة بنقول عليها هذا النبات هو صنف قابل للاصابة طيب لو المسبب المرضي نجح في الدخول الى النبات ولم يؤثر على المحصول واحدث اعراض مرضية بصورة طفيفة لا تؤثر على المحصول في الحالة دي بقول علي الصنف ده ده صنف مقاوم يعني عنده مقاومة للمسبب المرضي طيب لو ما نجحش المسبب المرضي في ان هو يدخل الى النبات او يغزو النبات في الحالة دي بقول علي هذا الصنف ان الصنف ده نبات منيع يعني لا يصاب بالمسبب المرضي يبقى ديناماكية المقاومة بنقسم فيها النباتات على حسب درجة قابلتها للاصابة لثلاث اقسام نباتات منيعة ونباتات مقاومة ونباتات قابلة للاصابة وايضا بقسم المقاومة النباتية للمسببات المرضية لقسمين على حسب طبيعة المقاومة في قسم بقول عليه المقاومة التركبية وفي قسم اخر بسميه المقاومة الكيمو حيوية وحندرسها مع بعض ان شاء الله بالتفصيل في الحلقات المقبلة بعد كده ببدأ اتناول الباب التاني في الوحدة الاولى اللي هو طرق مكافحة الامراض النباتية طبعا علشان تبقى مهندس ضراعي لازم يكون عندك الكفاءة ان انت او القدرة ان انت ازاي تعمل عملية مكافحة صحيحة وسليمة للمسبب المرضي احنا عندنا اكتر من طريقة هندرسها السنادي باذن الله لمكافحة الامراض النباتية زي ما انت بتروح للطبيب في المستشفى او في العيادة وبيعملك عملية تشخيص يعني بيكشف عليك وبعد كده يقولك مثلا لو هو مش عنده خبرة ذاتية يقولك يعمل لي اشعة وتحاليل وبعد كده بيحدد من خلال الاشعة والتحاليل انت مصاب بمرض ايه وبعد كده يبدأ يكتب الروشيتة او الريبورت بتاعه وانت تروح تصرف العلاج انت هنا بتقوم بكل الادوار دي كمهندس زراعي انت عليك ان انت تشخص المرض النباتي وايضا تعرف ايه هي الظروف اللي بتساعد على انتشار هذا المرض وتبدأ تتعامل مع المسبب المرضي كاحد الاعداء الموجودة عندك في المكان للنبات المصاب فانا علشان اخفف من الخسائر اللي بيسببها المسبب المرضي لازم اتدخل بالمكافحة والعلاج ممكن اعمل علاج وقاي اه ممكن اعمل علاج وقاي بس ده بيحدث العلاج الوقاي دايما بيتم قبل حدوث الاصابة وليس بعد حدوث الاصابة بعد حدوث الاصابة بيسميه بقى طرق المقاومة او طرق الايه المكافحة العلاجية يعني بقى عندي علاج وقاي وعندي علاج بعد حدوث المسبب المرض اللي احنا بنقول عليه مكافحة علاجية طيب اول حاجة عندي ايه اول حاجة عندي من طرق المكافحة المختلفة اللي هي طرق التشريعية يعني طرق تشريعية اعزائي الطلب والطلبات يعني قوانين ولوائح وتشريعات بتسنها الدولة أو بتصدرها الدولة لمنع انتقال وانتشار المسبب المرضي من مكان مصاب إلى مكان سليم ده باختصار شديد جدا يعني قوانين الدولة بتعملها علشان تقلل من حدوث الخسائر اللي بتسببها المسببات المرضية وأشهر حاجة عندنا من طرق المكافحة التشريعية اللي هو قوانين الحجر الزراعي لو تسمع بقى مصطلح حجر الزراعي هتستغربه كلمة حجر الزراعي منتشرة جدا في المواني والمطارات زي الحجر الصحي كده يعني بمنع انتقال المسبب المرضي من دولة مصابة إلى دولة أخرى وده طبعا بيبقى بنقول عليه حجر الزراعي خارجي طيب هل يترى في حجر الزراعي داخلي؟ آه طبعا في حجر الزراعي داخلي ده بيهدف إلى منع انتشار المسببات المرضية داخل الدولة الوحدة من منطقة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى داخل الدولة الوحدة وخلي بالكو الحجر الزراعي لو تم تطبيقه بصورة سليمة وصورة حازمة ده علاج وقائي ومهم جدا وبيحاصر المرض في مكان انتشاره وبيتم السيطرة عليه وتقليل المشاكل اللي بيسببها المسبب المرضي الثاني حاجة من الطرق اللي عندي اللي هي الطرق الزراعي طرق الزراعية باختصار شديد جدا أعزاء الطلبة وطلبات مقصود بها العمليات الزراعية اللي بيقوم بها المزارع بهدف زراعة أرضه إذا أجراها في معدها المناسب وإذا تم إجراها بصورة سليمة وبصورة صحيحة بيفيد ذلك في القضاء على المسببات المرضية ومنع انتقالها من مكان إلى آخر يبقى المكافحة الزراعية بتفيد في تقليل الإصابة بالمسببات المرضية وخصوصا اللي موجود مسبباتها في الطربة الزراعية زي الأجسام الحجرية وجرسيم الفطر المختلفة الطربة الزراعية بقى بتشمل معاد الزراعة والري والتسميد والدورة الزراعية وكل الوسائل الزراعية اللي عندنا اللي بنجريها علشان نعمل عمليات زراعية أو علشان نزرع المحصول إذا تم إجراها بصورة سليمة بيفيد ذلك في مقاومة المسببات المرضية أيضا من ضمن طرق المكافحة طرق البيولوجية كلمة طرق بيولوجية درسنا فيه الصف الأول وفيه الصف الثاني مادة البيولوجيا كلمة بيولوجيا يعني علم الأحياء يبقى أنا لما أسمع كلمة طرق بيولوجية يعني بتعتمد في الأساس على استخدام كائنات حية بتفيد في القضاء على المسبب المرضي نفسه يبقى استخدام كائنات حية دقيقة في القضاء على المسببات المرضية دي بيسميها طرق المكافحة البيولوجية من ضمنها استخدام بكتيريا التضاد استخدام النماتودة المتطفلة استخدام الفطريات المتطفلة يدعل البيئة استخدام الفيروس البكتيري البكتيريوفاد يدعل البيئة أو التربة الزراعية ملامة لنمو النبات نمو طبيعي وغير ملامة لانتشار المسبب المرضي كل دي بقول عليها الطرق البيولوجية رابع طريقة عندنا اللي هي الطرق المكافحة الكيماوية لما أقول لك مكافحة كيماوية بقصد بها استخدام المبيد الكيماوي أو استخدام أي مادة كيماوية في القضاء على المسبب المرضي المادة الكيماوية يعني لازم يكون تركيبها كيماوي بستخدمها سواء عن طريق عملية الرش أو عن طريق عملية التعفير وانتوا عارفين طبعا عزيزي الطلبة والطالبات ان المكافحة الكيماوية بتحتل مركز الصدارة بين كل طرق المكافحة اللي انتوا شايفينها دي ليه؟ لان المكافحة الكيماوية لها تأثير سريع وايضا سهلة الاستعمال وايضا مفعولها بيظل لفترة طويلة على النبات المعامل بعد كده خامس طريقة من طرق المكافحة اللي عندي بقول عليها طرق استحساس المقاومة الطبيعية أو تكوين المركبات الدفاعية ايه الكلام الكبير ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عندي صنف نباتي وخايف عليه من الاصابة بمسبب مرضي فانا بعمل معاملات خاصة أثناء عملية الزراع أو قبل عملية الزراع هذه المعاملات من شأنها ان هي تدفع النبات لانه يكون صنف مقاومة ده باختصار شديد جدا يبقى بسميها المقاومة المستحسة يعني انا عملت عملية استحساس للمقاومة النبات الطبيعية يعني بقى عملها عملية زيادة أو عملية دفع علشان النبات ده يكون نبات أو يكون صنف مقاوم وبقسم المقاومة المستحسة عندي لقسمين مقاومة مستحسة جهازية ومقاومة مستحسة مكتسبة وحاديكم ان شاء الله في الحلقات المقبلة تطبيقات على استحساس المقاومة للمسببات المرضية بعد كده ببدأ أتطرق للوحدة الثانية في المنهج اللي هي الفطريات والأمراض التي تسببها الفطريات حدرس في الباب الأول الأمراض اللي بتسببها الفطريات اللازجة وحاخد منها مرض واحد فقط اللي هو ورم الجزر الصولاجاني في العائلة الصليبية يبقى لما يجي للمرض ده في أي سؤال حتى في الامتحان هو بيتبع الفطريات اللازجة وهو مرض وحيد يعني الفطريات اللازجة حدرس منها المرض ده بس اللي هو ورم الجزر الصولاجاني في العائلة الصليبية أنا أديكم حاجة كده مبسطة علشان تحبوا أمراض النبات لما يجي لك اسم المرض أنت ممكن من خلال اسم المرض تقول الأعراض المرض ممكن من خلال الظروف الملامة يعني مش هتحفظه ممكن من خلال الظروف الملامة لانتشار المرض أنت تعرف المرض ده بينتشر في درجة الحرارة المنخفضة يبقى فيه المكافحة أعمل عكسه يعني أزرع النبات فيه وقت ما يكون درجة الحرارة فيه معتدل أو مرتفع طيب لو كان النبات ده بيحب الحموضة العالية لا ده أنا أضيف مادة تخلي التربة تربة قلوية طيب لو كان النبات ده بيحب الرطوبة العالية لا ده أنا أعمل تقنين لمقرارات الري أو معدلات الري اللي عندي علشان أقل الرطوبة النسبية فيه التربة وبالتالي بحرم المسبب المرضي من الظروف الملامة اللي بتساعده على التواغل والانتشار وإحداث خسائر فيه المحصول فأنا بعمل عكس كل الظروف الملامة لانتشاره علشان أقلل من الخسائر بتاعتي هاخد بعد كده حاجة تانية في الوحدة التانية في الباب التاني الأمراض اللي بتسببها الفطريات الباضية ركزوا بقى معايا في الجزئية دي عشان احنا بنعمل الأساس اللي حنمشى عليه طول السنة بإذن الله الأساس ده لو بدأنا بداية سليمة وبداية صحيحة أنت حتحب المادة وحتحب أمراض النبات وحتفيدك أيضا في الحياة العملية لما تيجي تشتغل في مزرعة هتبقى مهندس زراعي ناجح لأن انت بتقدر تشخص المرض وأيضا بتقدر تكافح هذا المرض سواء كانت مكافحة وقائية أو مكافحة علاجية أنا عندي حاجة اسمها الفطريات البيضية الفطريات البيضية عشان ما أحفظش يبقى بتتكاصر تكاصر باسم الفطرة بتتكاصر تكاصر جنسي بواسطة الجراسيم البيضية وجراسيم البيضية لها شكل معين ولها تصنيف معين وطريقة معينة في التكوين أو في التكاصر أنا مش علي الكلام ده أنا علي أحفظها أو أعرفها كاسم اللي هي الفطريات البيضية الصفات العامة للفطريات البيضية المايسيليم فيها يعني الخيط بتاع الفطر ما تستغربش ما تخافش من الاسم كلمة مايسيليم يعني الخيوط بتاعت الفطر انتوا عارفين أن الفطريات بتتكون من خيوط الخيوط دي اسمها باللاتينة هايفا أو هايفا الهايفا دي يعني خيط بالعربي الخيط ده لما بيتجمع مع بعضه بكون غازل كده الغازل ده مع بعضه بقول عليه الميسيليم باللاتيني فما تخافش من الاسم لا هي لها اسم عربي ولها اسم لاتيني الغازل الفطري ترجمته الميسيليم الهايفا يعني خيط خيط الفطريات بتبع عبارة عن خيوط الخيوط دي لو كانت زي الفطريات البيضية أو الفطريات الزاجية زي ما احنا اخدها دلوقتي بيبقى الميسيليم فيها غير مكسم بحواجز عراضية يعني بقى ليه زي انبوبة واحدة بس كده طيب كمان بتتكاصل جنسيا وركزه في جنسيا ولا جنسيا بجراسيم البيضية ولا جنسيا بواسطة جراسيم الاسبوراندية هناخد بقى الامراض اللي بتسببها الفطريات البيضية او المرض عندي زي ما قلت لكم من خلال اسم الفطر تقدر تقول عراض المرض اسمه موت البادرات طيب الموت معروف اللي هو الديس او الوفاة الموت ده يعني النبات لما بزرعه بيزبل وبعد كده بيجف ويموت طيب ايه هو البادرة دي عشان بقى تعرفها من دلوقتي عشان لما نيجي نخش في المنهج ده كله شغل سنة اولة و سنة تانية البادرة هي اول نمو خضر يظهر فوق سطح التربة بيكون مكون من الاوراق الفلاقية او بيكون مكون من وراتين لما تموت يبقى اكيد عندي مسبب فطر بيضي مرض التاني اللي عندي تصمغ الموالح الموالح دي بتشمل هي بتشمل البرتقال البرتقال بتشمل اليوسفي بتشمل اللمون بتشمل النارينج كل دي بيتبع الموالح تصمغ يعني شجرة الموالح بتظهر عليها افرازات صمغية نتيجة الاصابة بفطر بيضي بعد كده الندوة المتأخرة في البطاطس والطمطم ده من اعدم الامراض و بسبب خسار كبيرة جدا لمحصول البطاطس والطماطم في دول مختلفة والمرض الندوة المتأخرة في عندي مرض بقول عليه ندوة متأخرة ده بسميه او المسبب بتاعه بيكون فطر بيضي وعندي في اخر الامراض الفطرية ندوة اخرى بس ندوة مبكرة و ليست متأخرة وده المسبب بتاعها بيكون فطر نقص امراض البيض الزغبي حقد منها البيض الزغبي على العنب و على البصل و على الخص و على القرعيات طبعا البيض الزغبي أديكم بس لمحة بسيطة عنه كده باختصار يعني لما بعمل عملية فحص لأوراق النبات أو للسمار أو حتى للسقان ممكن ألاقي على السطح العلوي للورقة بقع صفراء اللون لو أنا ألابت الورقة بلاقي على السطح المقابل لها أو على السطح السفلي نموات زغبية لونها أبيض عبارة عن الحوامل الجرسمية للمسبب المرضي الفطري اللي هو الفطر الايه؟ ده باختصار شديد جدا بعد كده بتطرق في الباب الثالث للأمراض اللي بتسببها الفطريات الزيجية وأنا عندي مرضين اتنين بس أو المرض طبعا زي ما قولتلكم الفطرات الزيجية والفطرات البيضية بتشترك أنه المايسيليم فيها غير مقسم وتتقاصر لا جنسيا بواسط الجراسيم الاسبورانجية مرض الأولان اللي هندرسوا من الفطرات الزيجية اللي هو العفن الطري لسمار الفكهة وفي حديكم أو أوريكم صور في جزء العاملي بعد شوية وهي المرض الثاني اللي هو المرض العفن الجاف في لوز القطن وده مرض بيصيب القطن الباب الوحدة الثانية الباب الوابع هاخد منها الأمراض اللي بتسببها الفطريات الأسكية وده هنا بقى مختلفة شوية الجراسيم اللاس جنسية الجراسيم كوندية والماسيليم هنا مواسيليم مقسم هاخد أول مرض عندي اللي هو العفن الأسود في البصل والمرض الثاني اللي هو عفن سمار الموالح والمرض الثالث أمراض البياض الدقيقي هاخدوها على القريات وعالعنب وعالورد وعلى الخرشوف وعلى المنجو والباب الدقيقي هديكم منه لمحة بسيطة كده بلاقي مسحوق دقيقي المظهر على سطحي الورقة سواء كان على السطح العلوي أو على السطح السفلي للورقة بعد كده المرض اللي بعد كده اللي هو العفن الكطني في الخضر أو بنقول عليه العفن الاسكولوروتيني هناخد بعد كده الباب الخامس اللي هي الأمراض اللي بتسببها الفطريات البازدية برضو الجرسيم اللاجنسية جرسيم تيلي تيا والماسيليا مكسم والجرسيم الجنسية تتقاصر جنسيا بواسطة الجرسيم البازدية عندي بتسبب حاجتين أمراض التفاهمات وأمراض الأصداء هناخد أول حاجة أمراض التفاهمات ومندرس الخصائص العامة لأمراض التفاهمات وطرق الإصابة بفطريات التفاهمات اللي هو من 30 طرق طريقة إصابة البادرات وإصابة الأزهار والإصابة الموضعية وهي حاخد بعد كده امثلة بقى لامراض التفاحمات اللي هو التفاحم الساب في القمح والمغطة في الشعير والنتن في القمح وتفاحم الحبوب في الزورة الشامية وتفاحم الطويل في الزورة الرفيعة والتفاحم العادي في الزورة الشامية واخر حاجة اللي هو التفاحم الكاذب في النخيل امراض الاصداء هناخد منها الخصاص العامة طبعا لامراض الاصداء وأنا عندي نوعين من أمراض الأصداء أصداء أحدية العائل وأصداء صنائية العائل الأصداء صنائية العائل يعني بتتم دورة حياتها على عائلين مختلفين العائل النباتي اللي هو العائل الأساسي والعائل الثاني بيكون نوع من أنواع الحشاش وحدرس منها ثلاثة أنواع اللي هي أصداء القمح التلاتة اللي هو الصداء الساق الأسود في القمح والصداء الأصفر والصداء البرتقالي وزي ما أنا أجاب لكم هنا الثلاث أصداء اللي عنده صداء الساق الأسود في القمح والأصفر والبرتقالي وفيه ادعب عن أصداء أحاديت العائل منها أصداء الباكوليات زي صداء الفول وصداء الفاصولية وصداء الورد حد أدرس الوحدة الثانية ما أدرس منها أيضا الباب السادس والأخير اللي هي الأمراض اللي بسببها الفطريات الناقصة وسميت ليه فطريات ناقصة لأنه لم يعرف لها تكاثر جنسي حتى الآن الصفات العامة وحقود منها أمراض الزبول الفيوزاريومي في القوتن وفي الطماطم وفي الجلاديولاس والعفن الوردي في كزان الزورة الشامية وأيضا عفن طفية السجار في الموز وحدرس أيضا زبول الأطراف وعفن السمار في المانجو والتبقع البني في الفول وده مرض خطير جدا وعفن الراكبة في البصل واللفحة في الأرزة أيضا من الأمراض الخطيرة في مصر وزي ما قلت لكم من شوية الندوة المبكرة في البطاطس والطماطم والعفن الأسود في البرتقالة بسرعة وخناق القطن والعفن الأبيض في البصل وده مرض خطير جدا في صعيد مصر ومعمول عليه حجر زراعي بعد كده بدرس الوحدة الثالثة اللي هي البكتيريا والأمراض اللي بتسببها بدرس الطرق العامة لمكافحة الأمراض البكتيرية حاخد بقى الأمراض حدرس منها التدرون التاجي في الحلويات والعنى بالحلويات بتشمل إيه عشان ما حدش يستغرب من الاسم بتشمل المشمش والبرقوق والجوز واللوز وكل الاستمار اللي بيبقى فيها نواة خشبية العفن الطري في البطاطس والزبول البكتيري أو العفن البني في العيلة البازنجانية والعفن الحلقي في البطاطس واللفحة النارية في التفاح والكمسرة والتقرح البكتيري في الحلويات بعد كده بدرس بقى الوحدة الرابعة هاخد منها الفيتو بلازمة والاسبيرو بلازمة والأمراض اللي بتسببها هديكم بس لمحة بسيطة عن الفيتو بلازمة الفيتو بلازمة زي البكتيريا بالضبط هي أصغر كائن حي موجود على وجه الأرض جسمها بيتكون من خلية واحدة لا يوجد لها جدار خلوي ولكن لها غشاء بلازمة وبتنقاسم بالانقسام السناي البسيط الفيتو بلازمة بيكون شكلها مستطيل أو كروي والاسبيرو بلازمة بيكون شكلها لولابي أو حلزوني الفيتو بلازمة بالسبب لمرض واحد بس اللي هو صفرار العنب والاسبيرو بلازمة بالسبب لأيضا مرض واحد فقط اللي هو التحرن العنيد في الموالع حبدأ أدرس الوحدة الخامسة اللي هي الفيروسات والأمراض اللي بتسببها طبعا بدرس أول مرض عندي اللي هو بعرف الفيروس وبعرف الأعراض اللي بتسببها بالأمراض الفيروسية وطرق مكافحة الأمراض الفيروسية عموما بدرس بقى أول مرض اللي هو قوباء الموالح وأيضا تورد القمة في الموز وده مرض خطير جدا في إسكندرية وشمال الدلتا والتبرقش في الفول وتجاعد الأوراق في البطاطس والطماطم وأيضا الموزايك أو التبرقش في البطاطس والتدهور السريع في الموالح والتخطيط في نبات القصب بعد كده بدرس الوحدة السادسة اللي هي النماتودة والأمراض اللي بتسببها طبعا النماتودة باختصار شديد جدا عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن حيوانات مايكروسكوبية بتعيش في التربة بجوار جزور النباتات أو داخل الجزر وبتسبب أمراض خطيرة جدا للنباتات المختلفة لأنها متعددة العوائل أنا حدرس منها مرضين اتنين بس اللي هو نماتودة تعقد الجزور في الخضر والفاكهة ده مرض خطير جدا بيصيب الخضر في مصر وأيضا مرض تدهور البطيء في الموالح عندي تدهور سريع ده المسبب فيروس وعندي تدهور البطيء ده المسبب بتاعه النماتودة الموالح وبدرسها من حيث المسبب ظروف الملامة لانتشار المرض وأيضا العراض المرضية وطرق المقامة والعلاج كل مرض من الأمراض اللي أنا قلتها بدرسها من حيث المسببات دي الوحدة السبعة اللي هي النباتات الزهرية المتطفلة والأمراض اللي بتسببها أنا عندي ثلاث نباتات زهرية متطفلة الهلوك بيتطفل على الفول والطماطم والحمول اللي بيتطفل على البرسيم والكتان وأيضا العضار ده تطفل ناقص على الزرة وقصب السكر وسميتهم نباتات زهرية متطفلة لأنه في منها نوعين تطفل كامل وتطفل ناقص التطفل الكامل يعني بينقصه الجزور والكلوروفيل وبالتالي لا يقوم بعملية البناء الضوي ولا يستطيع تجهيز غزاءه المصنع بنفسه وأيضا لا يستطيع امتصاص الماء والأملاحة المعدنية من التربة فبيحتاج لعائل علشان يتطفل عليه تطفل كامل بينما العضار تطفله ناقص على الزرة الشامية ويقصب السكر الوحدة التمنى اللي هي التحالب والأشنات والأمراض اللي بتسببها هاخد منها ريمي الأورز والأشنات على أشجار الفاكهة الوحدة التسعة والأخيرة الأمراض الفيسيولودية دي بتبقى نتجه عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة منها لسعة الشمس ودرجات الحرارة المنخفضة منها أضرار السقيع أو زيادة مستوى الماء الأرضي أو تصمغ الحلويات أو تأثير نقص العناصر المختلفة أو زيادة التسميد أو تأثير الملوحة أو الأضرار المتسببة عن عدم توافق الأصل مع الطعم أو سوء التهوية في الماء خازن أو تأثير سوء استعمال المبيدات أو تأثير مبيدات الحشاش الاختيارية الجزء العملي هديكم لمحة سريع عنه اللي هو عندي مهارتين تحضير سلخ من ورقة نبات مصاب بالباضي الزغبي أو الدقيقي ويهي أيضا مهارة تحضير شريحة من جرسيم الفطر التليطية للتفاحم الساب في القمح وهي عندي نمازج مختلفة وأيضا شرائح مختلفة ولازم يكون عندي مستندات اللي هي كراسة التصبير وكراسة التدريبات العملية وأنا جايب لكم هنا نستعرض في عجالة نمازج للأعراض المرضية على النباتات المختلفة زي ما أنتوا شايفين معنا في الصور دي أعراض مختلفة للأمراض النباتية زي ما أنتوا شايفين معنا في الصور كل عراض مكتوب اسمه تحته إحنا بنستعرض في عجالة الأعراض المرضية للمسببات المرضية المختلفة اللي معنا دي طبعا صور بتوضح لك المرض والأعراض الموجودة على النبات ومن خلال الأعراض بتقدر تحدد المسبب المرضي وأيضا بتشخص المسبب المرضي دي طبعا أعراض المسببات المرضية المختلفة بكده نكون استعرضنا أبواب المنهج المختلفة لأمراض النبات واستعرضنا أيضا الجزء العملي اللي احنا هنتعرض له إن شاء الله في الامتحان العملي بكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته